كان لكل من الصخرية والنكتة طرق مختلفة في التعبير فإن غايتهما تظل مشتركة ما دامت تهدفان إلى التأثير على المتلقي وجعله يضحك إلا أن الصخرية والنكتة بهذا المعنى لا يمكن اعتبارهما مجرد مواقف مضحكة سرعان ما ينتهي مفعولهما بقدر ما يمكن اعتبارهما بمثابة تعبير مختلف في قالب الفكاهي يعبر عن واقع ووقائع الحياة اليومية الاجتماعية فبتعدد مواضعهما وأغراضهما بينما هو سياسي واجتماعي يمكن اعتبارهما على حد سواء تعبيرا عن المسكوتعا وانتقادا للمألوف والمتداول وإذ نطرح هذا الموضوع في حلقة جديدة من برنامج بصراحة فإن غايتنا تروم فهم وتفسير لماذا نلجأ إلى الصخرية والنكتة في حياتنا اليومية وماذا يخفي تداول كل من الصخرية والنكتة على نطاق واسع خاصة مع انتشار وسائل التواصل الرقمية إمكانية الرد على كل هذه التساؤلات نثيرها بعد قليل أرجو أن تبقوا معنا أهلا ومرحبا بكم معنا في نقاش اليوم من برنامج بصراحة ويسعدنا أن نرحب معنا هنا ببلاطوبي الدكتور يحيى بن الوليد باحث وأكاديمي متخصص في قضايا التراث والنقد الثقافي حاصل على دكتوراه في الخطاب النقدي والفلسفي بالمغرب من مؤلفاته التراث والقراءة دراسة في الخطاب النقدي عندها جابر عصفور والوعي المحلق لإدوارد سعيد وحال العرب مرحبا بك معنا دكتور مرحبا سيدا خديجة نورتنا شكرا على قمول دعوة برنامج بصراحة ونجدد الترحب كما يجارة العادة بالدكتور مصطفى شقداني مستشار البرنامج ومتخصص في علم النفس الاجتماعي مرحبا بك معنا سيدا أهلا وسهلا تحية لك ولضيفنا الكريم طبعا مرحبا أهلا وسهلا طيب إذن مشاهدينا والبداية كالعادة بتقرير في الموضوع للزميل عبد صدق بن عيسى رئيس التحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولي مجيئة لنتابع ولا نعودها تدخل السخرية في باب الهزل وما يضحك من القول أو الفعل مما له غايات ومرامي بما يميزه عما هدفه الوحيد الإضحاك وهو ما يصطلح عليه بالفكاهة وممن خاضوا في تحديد تعريف للسخرية مؤسس مدرسة علم النفس الفردي النمساوي ألفريد أدلر الذي قال إنها السخرية مزيج فعالي الغضب والإشمئزاز وإننا حين تثور فينا غريزة النفور نشمئز فإذا عد الشيء الذي أثار شمئزازنا على صفاء عيشنا بعثت فينا غريزة المقاتلة والإنفعال المقترن بها وهو الغضب فدفع بنا إلى السخرية مما بعثش مئزازنا أو ممن أثاره في نفوسنا وغالبا ما تتجل السخرية نكتة يتم ابتداعها ويعمل على نشرها إلى أبعد مدى ممكن وتصنف النكتة بشكليها الشفاهي والمكتوب ضمن الأدب الشعبي وتتناول كل المواضيع بلا استثناء أو تكاد فتتخذ لها مادة من القضايا السياسية والاجتماعية وتتناول التاريخ والقضايا الجنسية والأخرى المسكوت عنها في صريح الكلام وتعتبر السخرية والنكتة من أدوات النقد والانتقاد الشعبية الأوسع انتشارا والأكثر ذيوعا تذكر من تستهدفهم بالاسم أو تكني عنهم بطرق شتى وفي المجتمعات التي تكون فيها حرية التعبير مقيدة لأسباب سياسية أو اجتماعية أو دينية تحول دون الخوض في بعض القضايا تصير النكتة وسيلة التعبير المثلى ينتقى لها التمويه أسلوبا يؤمن لحمولتها بلوغ الهدف الذي صيغت من أجله وقد تكون السخرية والنكتة من أدواتها وسيلة للإحتجاج وإبداء الرفض ويوازي النكتة فن الرسم الكاريكاتوري الذي يمتلك تلك القوة على النفاذ والتأثير وكما هو لدى النكتة والسخرية تلك القدرة الخارقة على التأثير في الرأي العام بتأليبه أو تعبئته لأجل أو ضد قضية من القضايا ولا تخلو أدبيات شعب أو أمة من نكت وسخرية واستهزاء بما لا يقوى على التصدي له والهزل والسخرية والنكتة ظلت على مدى عصور أدوات للنقد وأيضا للتعبير على ما لا يقوى على قوله بكلام صريح كما كانت وسيلة لتدمير المنافس على مصلحة أو منفعة ومنها الهجاء في الشعر العربي الذي طالما حمل مواقف سياسية واجتماعية وهجوما على علية قوم أو أهل صنعة أو حرفة الشكر الموصول دائما لفريق العمل ولزميل عدد صدق من عيسى على هذا التقرير وأبدأ معكم أستاذ شكدالي السخرية باتت اليوم مفتاحا ذهبيا لأي مجتمع يرتقي أن يكون أفضل وربما هي أكثر من مشهد هي رسالة معينة ومحددة كيف ندرك في مجتمعنا النكتة كيف نتمثل النكتة والسخرية بمعنى آخر ما هي تمثلتنا للنكتة في حياتنا اليومية لو سمحتي خديجة أعتقد قبل أن أجيب بطريقة معينة بخصوص هذا السؤال أعتقد يقال بأن الإنسان حيوان عاقل ويقال بأن كذا وكذا وأنا أعتقد بأنه كذلك إنسان ضاحك ساخر نعم لذلك هذا على المستوى ربما العام بصفة عامة أما فيما يخص مجتمعنا فهو ربما ككل مجتمعات إلى أن الاعتقاد السائد في كل مجتمعات التي تمرت تمركز حول ذاتها تعتبر بأنها هي الأقوى في مجال السخرية الأقوى في مجال النكتة الأقوى في مجال إلى كذا ولكن كل مجتمعات بأنه أسلوب من أساليب التعبير فالسخرية قريبة من النكتة تختلف معها بشكل أو بآخر ولكن تلتقي في تتقاطع وتلتقي في تقديم الواقع بطريقة كاريكاتورية وتقديم الواقع بطريقة نمطية من أجل الضحك من أجل الاستهزاء في بعض الحالات وبالتالي النكتة مثلاً في مجتمعنا نجد لها أغراض متعددة تعبير عن ماذا؟ تعبير عن المكنون تعبير عن المكبوت تعبير عن الانتقاد تعبير عن ذلك الشيء الذي لا أستطيع أن أقوله بطريقة ربما مباشرة وتلقائية فتصبح النكتة تأخذ مكان ما كان بإمكاني أن أعبير عنه تعبير نقدي ربما عن مرارة الواقع عن الحياة اليومية عن المعيش تماماً ولكنها تحمل بناطياتها للسخرية أو للنكتة تحمل أشياء ربما يجب أن نبحث فيها بمعنى أن النكتة والسخرية هي حاملة لمضامين حتى وإن كان الغرض منها هو إضحاك المتلقي حاملة لمضامين ربما تقربنا من فهم المجتمع لقضايا معينة كقضايا الجنس مثلاً أو قضايا السياسة أو قضايا اجتماعية بمعنى الآن ونحن نتحدث في هذا الموضوع الهدف منا هو ماذا تعني النكتة وماذا تخفي النكتة هي تضحكنا أكيد ولكن الغرض منها ليس فقط هو هذا الجانب لها أبعاد لها أبعاد بمعنى أنها ممكن أن تكون خطاب للدراسة والتحليل حتى يمكن أن نعرف كيف يفهم المجتمع كذا وكيف ينتحدث السياسة في بعض الحالات النكتة السياسة سنتحدث عنها ربما سنتحدث عنها سنصل تصبح نوع من المعارضة بطريقة فيها سخرية دكتور يحيان ماذا تخفي السخرية والنكتة يعني ما هي مضامنها ما هي أبعادها في حياتنا اليومية تطالعنا بين الحين والآخر خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي وفي المنصات الاجتماعية بعض الأقوال التي فيها السخرية بعض النكتة التي هي ذات طابع سخري ماذا يمكن أن نستشف من هكذا ربما أساليب في الحياة بالنسبة لي أعتقد أن مسألة النكتة والسخرية هي فعلا أنها مرتبطة بأكثر من الشك من الأشكال في الحياة اليومية ولكن في نفس الوقت هي مرتبطة أيضا تقافة مرتبطة أيضا تقافة الشعبية أكثر تحديدا وعلى هذا المستوى يبدو لي مفيدا أن أؤثر للسخرية والنكتة أنا أتصور أن السخرية هي آلية بالنسبة للنكتة السخرية تتجسد في النكتة يعني في اللباس في المسرح في العديد من أشكال التعبير كما أشار الأستاذ الشكدالي وأشكال التواصل أيضا الشيماعة والأساس ويبدو لي من المفيد ربما قبل تخصيص موضوع النكتة والسخرية هو أن نؤثرها داخل ثقافة بصفة عامة لماذا نؤثرها داخل ثقافة؟ لأن النكتة ربما في شمال المغرب ليست هي في شرق المغرب مثلا النكتة في المغرب ليست هي في تونس ليست هي في بلد آخر النكتة أيضا بصفة عامة أنها في المجتمعات كما أسماها ابن خلدون لا أقول المجتمعات الحرة إنما المجتمعات التي فيها مناخ يلعب دور كبير جدا وهي مجتمعات حوض البحر الأبيض المتوسط أشار ابن خلدون لهذه دور المناخ إذن فهذه المجتمعات هي تميل إلى المرح تميل إلى الصهر تميل إلى النكتة سخرية بنت بيئتها نعم فعلا أنها ترتبط بالسخرية بأكثر من شك من الأشكال والسخرية كما قلت هي آلية لها قواعد لها أخلاقياتها أيضا لها ما تخفيه لها ما تظهره لها أيضا من يقوم بالسخرية أيضا ولماذا وكيف وصياقاتها مكانها زمنها إلى غير ذلك من الأشياء التي يمكن أن ربما أن نفسر فيها القول هل يمكن دكتور يحيى هل يمكن اعتبار النكتة مظهرة من مظاهر دعنا نقول الأدب الشعبي فعلا بالنسبة للنكتة أولا لما نتكلم عن النكتة هي تتأثر الآن فعلا أن مسألة الثقافة الشعبية هي حاضرة بقوة فيما يخص النكتة في النظري ولكن في نفس الوقت فالنكتة هي أيضا بقدر ما تخص الشعب بصفة عامة ولكن في نفس الوقت يعني إذا أردنا أن نتكلم عن الثقافة الشعبية فالثقافة الشعبية أنها معروفة تتجسد في الشعب الشعب كرأس مال تقافي كخزان تقافي كمتخيل ولكن في نفس الوقت أيضا هذا هو القاسم المشترك عادة من التفت إليه وهي أن النكتة بقدر ما ترتبط بالطبقة الشعبية بالفقراء بالبسطة فهي في الوقت نفسها أيضا ترتبط بالنخبة هذا هو القاسم المشترك فمن هنا تطرح مسألة النكتة كصناعة ثقافية أيضا إلى جانبكم هل تختلف من وسط إلى وسط ومن خلفية ثقافية إلى أخرى؟ فعلا بالنسبة للنكتة لا بد من أن تختلف ومن نكتة السخرية في وسط النخبوي هي نفس بنفس الخصوصيات يعني في وسط آخر ربما أستاذ شكدالي نعتقد سأقارب الموضوع أتفق مع الأستاذ أولا النكتة مؤلفها مجهول لا نعرف من ألفها وبالتالي فهي تحيل على المتخيل الاجتماعي بصفة عامة وإن كان بعد النكت نعرف من ألفها حينما أتحدث مثلا عن كيرة في الحي المحمدي ألف نكت ونكت عديدة والناس يعرفون ربما في الضرب بضاء هذه الشخصية التي فرقت لحياة طبعا ولكن مؤلف النكتة والسخرية مجهول نعم الآن نتحدث عن التواصل الاجتماعي تصلنا يوميا نكت تحمل صور فيديوهات بمعنى أن أخذت أشكال كانت شفاهية وانقلبت الآن دون توقيع لا نجد من وقع تلك النكتة ذلك الفيديو الذي فيه سخرية فيه نكتة إلى آخره وبالتالي هي تعبر أكيد أنها تعبر عن فئات اجتماعية معينة أكيد أنها تعبر عن مجتمع عن المسكوت مثلا طبعا لأن سنرى وسنفصل كما قال الأستاذ في هذا الموضوع ولكن ما أريد أن أقول بأن النكتة أولا مؤلفها مؤلفها مشهول وبالتالي هي ترتبط بهذا الوعي الاجتماعي أو قد أقول اللاوعي الاجتماعي لما دمت في بعض الحالات هي إفرازات في قضايا يظهر فيها المكبوت والمسكوت وعند كما قلت وبالتالي لذلك يمكن قراءة نكتة وسخرية شعب معين لنتعرف عن حاجياته كيف تكون هذه القراءة؟ قراءة أكيد أنها ستكون قراءة سيكولوجية وبالتالي قراءة في التحليل النفسي انتلاقنا من التحليل النفسي حتى يمكن أن نفهم هل تنقل ما يحدث في الواقع أم ربما هي قراءة فيها نوع؟ كل خطاب كيفما كان حتى ولو كان خطاب عجائبي وغرائبي يظل مرتبطا بأصحابه وبالطربة التي أنتجته حتى وإن كان كتلك المرايا المقعرة التي تعطينا تشوهات ولكن الواقع إذن يقراء أم شوها لأن إذا أردنا أن نفهم كيف يفهم ويتمثل المغاربة السياسة ممكن أن نأخذ النكتة والسخرية من السياسة والنكتة ونفهم كيف يتمثلون وكيف يعبرون حينما يأخذون شخصيات سياسية بعينها ويقومون بالتنكيط فيما يخصها والسخرية إذا أردنا أن نعرف كيف يتمثل المغاربة مثلا الجنس ممكن أن نصل إلى ذلك كيف يتمثلون كذا وكذا بمعنى أن على السؤال ممكن أن نستقرأ بوشرة نظرة حليلية نفسية وأن نفهم لأنك ما قلت في البداية وكما تفضل الأستاذ يترتبط بمخيال والمخيال في حديداته يمكن قراءته يمكن قراءته ويمكن أن نصل في آخر المطاف عن طريق فرضيات وبحث إلى آخره وأن نربط هذا المتخيل بواقع من تخيلوه ومن يحملوه كتصورات بمعنى أن هذه القراءة ممكنة طبعا وهذا هو الغرض في مناقشة هذا الموضوع تنفهم بأن النكتة ليست خطابا مفصولا عن حاجيات مجتمع معين خاصة نحن نتحدث عن مجتمعنا كل نكتة إلا وتعبير عن حاجيات معينة عن رغبات معينة ربما رغبات لم تتحقق ولذلك النكتة رغم أنها فيها صورها قبل أن أنتقل عند دكتور يحياء صورها صور هذه السخرية أو هذه النكتة تأتي ربما بشكل فيه استهزاء لا هي غالبا غالبا لماذا نضحك حينما نسمع نكتة أو سخرية معينة لأنها تزعزع أفق الانتظار ننتظر شيء وبالتالي في آخر المطاف نفاجأ بشيء آخر ولذلك فهي تحاول لذلك تكلمت في البداية عن المرايا المقاررة تحاول أن تشويها الواقع بطريقة معينة بغرض الضحك طبعا بطريقة فيها استهزاء ولذلك فهذه القراءة التي في هذا النوع من تنميط كذلك تنميطها بطريقة معينة كذلك السخرية فيها مثلا لعب بالكلمات أو اللعب على أوطار كلمات ومدلولات بمعنى أنها تخلق لدى المتلقي بمعنى نوع من الخالخالة فيحصل ما يحصل يحصل الضحيق ويحصل الاستهزاء ولكن هذا الخطاب في حديداته يجب أن ننظر إليه حتى نصل كما قلت لماذا كانت هاتي النقطة بهذه الطريقة ما هو الغرض الذي تلبيه على المستوى النفسي وعلى المستوى الاجتماعي إلى آخر سنأتي لهذه النقطة أستاذ شكدالي فقط دكتور يحيى يعني ما الحدود الفاصلة ما بين دعنا نقول الجراء التجريح ما بين النقد ما بين النقطة والسخرية هل هناك ثمت فواصل حدود هل هناك خيط ناظم ما بين كل هذه فعلا في تصور هناك أكثر من خيط ناظم أنا أتصور أن لما نتحدث عن السخرية بهذه الطريقة والآليات يعني كما تفضلت مكونات وركائز السخرية كل هذه الأشياء أولا ينبغي أن نستحضر الموضوع الذي نتكلم عنه فطبيعة الموضوع التي تفرض آلية من الآليات أحيانا قد تشتمع كل هذه الآليات أحيانا لا تشتمع كل هذه الآليات يمكن أن نميز داخل النكتة بين نكتة بريئة أحيانا يحكيها الإنسان العفوي أو الشعبي بطريقة شفاهية في لحظة معينة وهناك أيضا نكتة سياسية أو نكتة في مجال الجنس فهذه النكتة في المجال السياسي أركز أكثر يعني تصير النكتة عدائية لها قصدية فالذي يكون مطالب بإلقاء هذه النكتة داخل وسط ينبغي أن يعني أن يتسلح بوعي قصدي يعرف ما يقول ما هو الهدف ما هي يعني الأشياء التي يريد أن يصل إليها بصفة عامة أتصور أن المسألة دي النكتة حتى نصل إلى المجتمع المغربي بصفة عامة هو أن النكتة هكذا أتصور أنها ذات صلاب المجتمع بصفة قوية جدا هذا مع أن النكتة تبدو لنا شيئا بسيطا أو عاديا ولكن هي أكثر صلاب الأنسق الكبرى بالنسبة المجتمع بنيات المجتمع ثقافات المجتمع والنكتة هي الأخرى تؤرخ للمجتمع المغربي في تحولات إلى غير ذلك مثلا في فترة محددة داخل المغرب أنا أتصور هنا فترة السينيات والبداية السبعينيات كانت النكتة عند طابع محدد كانت لها موضع محددة كانت تركز على ذلك الإنسان البدوي البسيط الذي يأتي من القرية إلى المدينة وتركز أيضا على ذلك الشخص السوسي البخير إلى غير ذلك كل إنسان يعني صحراوي محتراب لكل جهات ولكل الأسلام كانت المرحلة النسق كان يشغل بهذه الطريقة ما معين فيما بعد ما الذي حصل هو أنه يعني تغيرت الآن نكتة حصل التحول حصل انقلاف في الأنسق الفكر في الإدراك إلى غير ذلك من الأشياء الآن نكتة لم تعود مرتبطة بهؤلاء الأشخاص أو بهؤلاء النماذج كما تفضلت وإنما النكتة الآن أصبحنا نعيش تحولاً مجتمعياً ومخاضاً سياسياً أصبحت المعايير في المجتمع معايير غير يعني لا تقدم نفسها فوضوح المجتمع إذا اختلفت بين الأبس واليوم فعلاً الاختلاف في نظره هو انقلاب في القناعات في الأخلاق في الأفكار المجتمع انفيلات قيمة كما اسمته فاطمة المرنيسي يعني في أكثر إذن هنا النكتة أصبحت مطاربة بالتفاعل مع هذا الواقع الجديد وهذا الواقب لابد من أن تصير في هذا الاتجاه وبالتالي أن النكتة أصبحت بمفردها يعني كقول شفاء عاجزة لابد من أن تدخل أطراف أخرى لابد من أن تتمثل في قالب مسرحي في قالب فكاهة الفازي في غير ذلك من الأشغال حتى يمكن لها أن تؤثر أكثر طيب سيد شكدالي لماذا نلجأ إلى النكتة إلى الصخرية في حياتنا اليومية مجتمعنا تحديداً صانع النكتة أو صانع هذه القوالب الساخرة لماذا يلجأ إليها؟ في بعض الحالات يمكن أن نقول وربما أتحمل مسؤولية ما سأقول أنها في بعض الحالات تكون سلاح المهزومين بمعناه في الواقع لا يمكن فعل أي شيء فيأخذ النكتة والاستهزاء من الآخر لأنه السلاح الوحيد المتبقى بيده بمعناه ويبقى لذلك سميته سلاح المهزومين لذلك مثلاً إذا سياسات معتمدة معينة تخرج نكتة معينة إذا بادرة معينة حكومية أو غير حكومية أو أشخاص معينة تظهر السخرية عن طريق تحوير الكلام عن طريق فبركة الآن فيديوهات فيهم سخري وفيهم نكتة هي تضحك ولكن تبقى سلاح ذلك الذي لم يستطع فعل أي شيء في الواقع طبعاً فيحول السخرية والنكتة إلى سلاح للنيل بطريقة أو بأخرى وحينما تحدث عن هذا الذي يقوم بهذا الفعل أنا تحدث عن المتخيل الجمعي أنا تحدث عن هذا المسكوت عنه داخل المجتمع الذي يتحول ويأخذ صيغة أخرى حينما يصبح سخرية أو حينما يصبح نكتة وبالتالي كما قلت الهدف ليس فقط هو الضحك حتى وإن كان شيء مطلوب أن يكون ضحك داخل المجتمع ولكن الهدف هو نيل من ذلك الذي يكون موضوع للنكتة وكما قال الأستاذ وهي بالفعل النكتة تؤرخ للحياة اليومية الاجتماعية قد تؤرخ لفترات معينة مثلاً على المستوى الوسائط الرقمية الآن سأقول هذه الجملة وسأل كلامي لا أبداً أنا في نفس الزياح أريد فقط أن أقول بأن الآن النكتة تواكب العمل السياسي جيد النكتة تواكب العمل الفني النكتة تواكب بمعنى أن يمكن أن نأخذ النكتة كآلية من آليات التأريخ للحياة اليومية الاجتماعية لهذه الفترة هناك تخصص دقيق المرحلة يعني هي تؤرخ للمرحلة طبعاً هناك نكتة تخلق انطلاقاً من أحداث ولذلك فيمكن أن أسمي النكتة ردود أفعال في مقابل أفعال داخل هذا المجتمع ردود أفعال ولذلك هي سلاح في يد ما سميتهم الآن بالمهزومين بين قوسين كلمة المهزومين هل لصانع هذه النكتة ولقائل هذه النكتة أو لكاتب يعني هذا القلب فيه السخرية أن يخطئ دعنا نقول التقدير في تعامله مع المواضع مع القضايا الراهنة مع ربما ما يعانيه المجتمع هل يمكن أن يخطئ التقدير طبعاً لأنها تخدع لرغبات لرغباته لتصورته في مقابل ما يقع في بعض الحالات لأن النكتة أو السخرية تختزل الواقع الواقع يكون معقد بشكل أو بآخر ولكن أريد أن أفتح النقاش مع الأستاذ في نقطة هو أن النكتة فيها إبداع وفيها خلق في بعض الحالات أمام أحداث معينة نجد بأن النكتة الغازيرة خاصة التي أخذت الطابع الرقمي فيها واحد الخلق وواحد الإبداع إلى درجة أنني أنا شخصياً أصاب بالدهول نسيابية نسيابية وخلق وإبداع بمعنى خلق وكأنها كتابة من نوع آخر وكأنه إبداع من نوع آخر بمعنى أنها وصلت الآن إلى مستوى معين من الكتابة بطريقة أو بأخرى الكتابة عن طريق الصورة أو الكتابة عن طريق الأباجدية نعم دكتور يحيي كيف نقرأ هذا التداول للنكتة والسخرية في منصات المواقع التواصل اجتماعي في الفيسبوك في الواتساب أيضاً ربما تردنا الكثير من هذه النكت في الواتساب في الفيسبوك يعني كيف يمكن أن تقرأ هذا التداول فعلاً هناك فكرة مهمة طرحها صديق مستفى قبل هذه المسألة وهي أن لما نتكلم عن النكتة نتكلم عن مسألة الإبداع ولا الإبداعية الكرياتي بيتي فعلى هذا المستوى هناك خاصية مكونة النكتة ومميزة وهي مجهولية المؤلف وأحياناً أحياناً قد يكون الشخص هو الذي ابتكر النكتة ولا يجرى على أن يقول بأنها من عندياته ذلك أن ذلك سيفسد هذه النكتة فأهمية النكتة في نظري هي من طبيعة الإلقاء من طبيعة الإخراج أحياناً يكون الموضوع بسيطاً وقد يبدو نتافهاً ولكن الطريقة التي يلقي بها الشخص هذه النكتة طريقة الإخراج طريقة العفوية كيف يتصيد المفردات لأن النكتة في أخير مطف هي مداهية اللعب على صدمة المترقية أحياناً 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 مشارك مشارك تقول لك حدر عندي حدث ميكا جديدة ربما هو فن يبغي الفهم والإدراك طبعاً كما قلت في البداية رغم فيها واحدة جوانب ودون استئذان فيها واحدة جوانب اللي فيها واحدة نوع دي التنمية للحالات المؤقدة في الواقع ولكن فيها جانب إبداعي وفيها كما قال الأستاذ هذا المؤلف المجهول وفيها هذه القضية دي لأننا ننتظر شيء ما سيحصل وفي بعض الحالات حينما نسمع نكتة أو نرى أو نشاهد فيديو اللي فيه نكتة معينة بطريقة أو سخرية معينة ننخرط في الضحيك وماذا نقول مساخيت ولكن لا ترون أنهم رأوا أشياء لم نراها طبعاً لا ترون ربما أنا أعتقد أن النكتة تأتي بشكل عكسي ربما هي صمت ناطق صمت متكلم تحدثنا عن فرح ولكن في طياتها حزن هذا كشي اللي قلت نبلو حينما تحدث عن سلاح المهزومين في العمق نعم أنا أتصور في نظري من المسألة فعلاً أن فيها المسألة الذين كتبوا طبعاً كما هو معروف السيمس طفلا يغيب عنه ذلك مسألة دي الضحك في صفاء عما هناك يعني لما تحرك المسألة لما تحرك محركة البحث بخصوص الضحك في صفاء عما تجد ما يزيد عميات نظرية لما نتكلم عن الضحك في صفاء عما ربما هذا الموضوع يعني هو موضوع بيني ما يمكنش يعالجو شخص موجهات نظر محددة أو لا فيه الأنتروبولوجيا فيه اللغة الليسانيات كيفش كتوضف اللهجة للسوديالكت بحالي كانت في الحليقية عند المغرب في الفرجة في الحلقة كيف حالي قلت معارف كثير جداً وأحيانا بالنسبة النكتة هنا إذا جالي بجهولية المؤلف أحيانا النكتة كتبت في هذه اللحظة بالنسبة للحليقية بحالي كانوا في الساحات والميادين في فترة سابقة في المغرب بالنسبة للحليقية هو أنك يعتمد عن النكتة في المقام الأول ولكن النكتة أحيانا في هذه اللحظة الحلقة تبدأ موجوه الناس كيف يشوف الناس كيف يش يتصرف كيف يبدأ كيف يبدأ الحلقة معنا وهنا النكتة أحيانا تصبح عاجزة فيلجأ إلى ماذا يلجأ إلى الغناء قبل أن نصل إلى مسألة كما أشرت وسائل أو إلى هذه الميديا الجديدة هي لعبة الدور وليكيف نظري ربما النقش كثير أكيد متخصصين أكثر وليكيف نظري تبقى في آخر مطف وسائل لأن امتداد الإنسان في آخر مطف هذا ممكن أن يقال طيب إذا إذا سمحت فاصل قصير مشاهدين وأكيد لنا عودة خليكم معنا إذا نعود لكم يا جديد مشاهدين ونرحب بكم معنا في الجزء الثاني من نقاشنا في برنامج بصراحة على قناة ميديا ونرحب أيضا بضيفنا هنا ببلاتوال أستاذ يحية بن الوليد مرحبا من جديد ومستشار البرنامج أستاذ مصطفى الشفداني مرحبا من جديد طيب ننتقل الآن في هذا النقاش في الجزء الثاني للنكتة السياسية الصخرية والنكتة السياسية ربما كيف نصل إلى هذه الصخرية فيما يتعلق بالنكتة السياسية لكن بعيدا عن التهكم بعيدا عن الابتدال دعنا نقول والهزل السمج طبعا لأن أولا يجب أن نعترف بشيء مهم قبل أن نتحدث عن النكتة السياسية هو أن هناك ما يسمى بالأدب الصاخر نعم بمعنى أن هناك تحدثنا عن الإبداع وأن هذا الأدب الصاخر كذلك قد يأخذ من السياسة مثلا موضوعا له أتذكر بيرنار شو نعم الذي قال له في يوم من الأيام أحدهم إن الأدب لا يصلح لأي شيء فنظر إليه بيرنار شو وقال له الكلاب تعتقد ذلك فذهب بمعنى بسخرية كذلك حاول أن يجيب نعم لذلك فأنا أعتقد بأن كما قلت في البداية بأن السياسة تحضر بكترة في السخرية من جهة وتحضر كذلك على مستوى النكتة وعلى مستوى التنكيد تمام لماذا؟ لأن وهنا يمكن أن نتساءل هل بالفعل هناك عزوف عن السياسة حينما نرى هذا الزخم الكبير من النكتة ومن السخرية ونتحدث في المقابل عن العزوف بمعنى أن الناس لا يذهبون إلى الاقتراع ولكن النكترة تعبر عن موقف سياسي مويا طبعاً عن طريق الهزل عن طريق الانتقاد وفي بعض الحالة التهكم الذي لا نريد أن نصل إلى هذه اللحظة الذي يخرج من إطار ربما الذي فيه سخرية قد تكون سخرية سوداء أو شيء من هذا القبيل ولكن التي تمس أعراض الناس هذه ليست بسخرية هذا قدف وسب إلى آخره صحيح شيء جميل خفة دم فيها معينة ولكن كما قلت في روح الدعابة طبعاً ولكن هي تحمل موقف سياسي السخرية رغم أن الطابع فيه هزل خفكها دعنا نقول خطاب مضاد طبعاً لأن تحمل ما تحمل يجب أن ننظر إلى المسألة بهذه الطريقة وإلا سيكون المسألة هراء فقط لا هي تحمل ولحد الساعة كل أحزاب السياسية الآن في المغرب أو هذا لا يأخذون هذه البادية لأن تحليل خطاب السخرية أو النقطة حتى يمكن أن نستشف حاجيات كما قلت في البداية ومطالب المجتمع لذلك فأنا أعتقد بأنها بالفعل النقطة السياسية أو السخرية في هذا المجال هي تحمل خطاباً مقنعاً غرضه الظاهري الفكاهة والضاحك ولكن في البداية هي مطلب هي حاجيات معينة يجب أن نحلل ذلك مثلاً ما يقع الآن في فرنسا السطورات السفراء مثلاً هذه حركة داخل المجتمع ولكن مصحوبة بكم من هائل من السخرية والنكت إلى آخره هناك الآن علماء اجتماع يحللون ذلك يدرسون ذلك حتى يمكن أن نفهم المعرفية الاجتماعية من خلال النكتة حتى يمكن أن نعرف لشعور ما الذي يحرك هؤلاء النكتة حينما تخرج وتتداول بطريقة أو بأخرى تكشف لنا عن المكنون لأنه في بعض الحالات الواقع الذي نعيش بشكل مباشر لا يصبح جلياً إلا انطلاقاً من هذه المرايا المحدبة التي تنعكس في صورة النكتة حتى يمكن أن نعرف وبالتالي فهو موضوع يستحق الاهتمام ويستحق الدراسة لأنه سيوصلنا ربما إلى معرفة المكنون فينا انطلاقاً من الهزل انطلاقاً من الضحك انطلاقاً من السخرية ما الذي تتغيه النكتة السياسية النكتة السياسية مدخل لفهم ماذا في نظر السيدة خالجة إذا سمح سنتصور أن الواقع هو حتى أصير إلى النكتة السياسية الواقع هو أكثر سوريالية مما نتصور هو زاخر طبعاً تصور على المجال السياسي أن ربما الأدب عبر أكثر على السياسة السياسيين أو غير ذلك هذه مسألة أخرى ربما فيها نقاش ولكن مع ذلك أؤكد على أن تراتبية النكتة بخصوص سياسة هذه دراسات أبحد تم إنجازها في العالم العربي ككل أعلم سوى التراتبية أن النكتة السياسية تأتي في المرحلة الثالثة النكتة الأولى هي النكتة التي تستحضر المجموعات البشرية وهذه النكتة المغرب أيضا حتى في المصريين يسخرون من ضمياط فلسطيكي الجليل يعتبرون سعفويين إلى أولا الصعيدة جاو أو غير ذلك هذه النكتة الأولى لا أقرب بعد أثناء ولكن علش لأن هذه النكتة هي التي عندها واحد انتشار وكان واحد تواطئ وكان إلى حد ما تآمر بالمعنى بشكل من الأشكال فعلى هذه مستوى تأتي هذه النكتة في المقام الأول في المقام الثاني هي النكتة التي عندها بعد سياسة أعفوا بعد جنسي طبعا هنا النقاش طوي فهذا مسألة ولكن بالنسبة لهذه النكتة حتى إن كانت تأتي في المرتبة الثانية فهي نكتة لا يتم تدولها بشكل واسع بشكل كبير بالنظر الطابو بالنظر المحرم ثم بعد ذلك تأتي النكتة السياسية صحيح أن السياسة لا أقول هي الأهم ولكن السياسة هي رافعة إلى جانب أشياء أخر اقتصاد ثقافي صحيح فالنكتة السياسية على هذا المساء أريد أن أؤكد أنها نكتة مرتبطة بضرفية فهي ضرفية زائلة عابرة فالنكتة السياسية تتبدل وليس كل الناس معنيهم بسياسة في آخر مطاف فالثقافة الشعبية تبقى هي الأقوى فهي مرتبطة ضرف ولذلك سرعان ما يتم أقوى تنسية ومشاكل ذلك ولكنها قابلة تزاوى بسرعة وانقف عكس النكتة التي عندها بحلقة الجماعي التقافة هي متجددة وبصفة عامة لما نتكلم عن السياسة فعلا السياسة غير قابلة فقط للتحليل وإنما قابلة أيضا للكتابة عبر الصخرية ولكن الصخرية هناك مقال الأستاذ هي الصخرية في نظري ينبغي أن تتجاوز ما يتجريح وتهكم وينبغي أيضا أن تتجاوز ما يسمى في بعض الكتاب سبب يكون هدف ديلا هو الارتقاء الارتقاء بالمجتمع وليس التجريح بتقشير الوجه بشكل مؤلم ولكن في نفس الوقت نحن نتكلم على الصخرية السياسية أيضا هناك السؤال يطرح هل هؤلاء السياسيون مثلا في المغرب لهم قدرة على الصخرية فلنلاحظ بالنسبة للمغرب يمكن أن ندفعه بشكل الأشغال نحن لا نجرح أحد ولكن مع ذلك اللغة هي لغة تكاد تكون لغة السياسية في نظري في تصوره رجل تعني لا يمكن أن يكون إنسان متصلف فقط له أفكار سياسية متخشبة لا يجب من أن تكون لا أقل نكت حتى لا يتحول إلى مهرج نحن نحن هذا الشي كيف يسم المغاربة كيف يسمع هذا المسألة بشكل عام إذن لا تكون السخرية السخرية متبادلة حتى الرجل السياسي يزاوي السخرية لكن بنعمل المسؤولية بنعمل لغة اللغة ينبغي أن تكون لغة نقية ولغة صائبة لا تكون لغة خشنة لغة فيها إساءة لأن اللغة هي أخطر شيء العنصرية الكراهية كل شيء يمر عبر اللغة طيب أصد شكدالي ربما صاحب هذه النكتة أو السخرية ويعمل على فضح مجموعة توازنات القبح دعنا نقول كاشف لرداءة الوضع الاجتماعي أو لرداءة التجميل الاجتماعي دعنا نقول تحليل وفهم هذه النكتة هذه السخرية يؤدي إلى ماذا طبعا أنا أستمع للأستاذ وهو يتكلم ويبتسم وكأنه بعض النكت وحضرته وهو يتحدث في هذا المرض وتبادر إلى دينيه هو في الواقع هذا السؤال دقيق بمعنى أن هناك من يريد أن يجمل الواقع أكيد ولكن الواقع الذي يعيشه الفرد يجد نفسه في تنافر نحن نتحدثنا مرارا على هذا التنافر المعرفي عفوا بينما يأتيني كخطاب خارجي وما أعيشه هذا التناقض هو الذي يخلق الحاجة إلى النكتة الحاجة إلى النكتة حتى يمكن أن تصبح سلاحا كما قلت بمعنى أن تأتي بشيء نقيد لمن يحاول تجميل واقع لا يعكس يفضح هذه يفضح توازنة القبح لأن في بعض الحالات النكتة تنطلق من المعيش أكيد تنطلق من الضرفية التي يعيش فيها إنسان معين من المرحلة هذا المؤلف المجهول يعيش واقع معين ويأتيه خطاب سياسي مخالف لما يعيشه وبالتالي تخرج النكتة لتنتقم من هذه الوضعية اللي فيها وحد النوع من التنافر والانشطارية بين ما نعيشه في واقعنا وما نسمعه من خطابات الوعود الكاذبة التي لن تتحقق بمعنى يقال هناك مجموعة من الوعود وفي مقابل ذلك تخرج النكتة لتنتقم لنفسها لتنتقم لهذا المتخيل الجمعي ولترد بطريقة معينة ولتكشف القبح في ما سميته بالتجميل ومعنى أن هناك أشياء أخرى تعاضت عنها ربما الفعاليات أو الأطراف التي تريد أن تجمل الواقع ولكن الواقع ربما خرج بجواب لذلك أنا فقلت في البداية بأن هذه النكتة يجب قراءته ودراستها بدقة حتى يمكن أن نعرف أين الخلل هل الخلل في الخطابات الجميلية أم الخلل في الخطابات الانتقادية الساخرة من تلك الخطابات الجميلية هل المتلقي أستاذ شكدالي هو من يحدد الصقف صقف هذه الصخرية يعني الصخرية المسموح بها في المجتمع المتلقي من يحدد هذا الصقف هو في الواقع حينما نتحدث عن الطابو سياسي كان أو أي شيء آخر هذا الطابو الذي نتحدث عنه ليس ليس معناه أنه غير متداول هو متداول بطريقة سرية مؤينة واللي نتذكر تصلنا مجموعة من السخرية اللي فيها طابوهات متعددة في هواتفنا المحمولة عن طريق الواتساب لمعنى أن الطابو لا يعني أنه غير متداول ولكنه متداول بطريقة معينة في الضيل في الضيل وليست النور هناك من يندد بهذا النوع من السخرية والنكات إلى آخره وفي نفس الوقت هو يتقاسمها بطريقة سرية إذن من يحدد الصقف في آخر المطاف لأن هناك مثلا حتى الأشياء ربما لأكثر قدسية في المجتمع تصيبها النكات نتحدث عن النكات قد تصيب حتى مسائل مقدسة داخل المجتمع نجد فيها نكات وبالتالي فهي تخضع لذلك الذي يخرج ذلك النكتة والذي يظل مجهولا ويريد أن ينتقم من فكرة معينة وبلغة علم النفس الاجتماعي نعتقد بأن النكتة وكأنها تجيب على التنافر الذي يحصله التنافر المعرفي الوجداني الذي يحصله لدى الفرض بين شيئين اتنين بين ما يعتقد وما يعيش ولكن لا يمكن أن يصرح به بطريقة مكشوفة يدخل الأمر في نكتة أو السخرية لدرجة أنه يعود لك نكتة وقد يتستفي الزكاة لك النكتة يقول لك رغي نكتة لا يوجد شيء حاجة وكأننا نستخف وكأننا نستخف بها ولكن نكتة في التداول تصبح واقعة ما دامت حكيت وسمعت من طرف الآخر فهي واقعة طيب إذن النكتة أو السخرية هي مقاومة للأخطاء التي ربما يعيشها ويتخبط فيها مجتمع معين يعني بالضحك السخر كما قلنا هل يمكن أن تقوم الكتابة السخرى بدور أجلات؟ بالنسبة الكتابة لا فعلا الطرحة هي موضع كثيرة جدا على ذكر القبح نحن لدينا تصور معيار القبح في أخير المطاف القبح فيه مستويات هناك ما يسمى بجمالية القبح أيضا هذه مسألة تروحة أيضا في إطار هذه مسألة عمسوا الكتابة ولكن قبل هناك مسألة ديال في نظرها هي مهمة جدا طرحة قبل قليل وهي مسألة ديال المترق فنحن الآن كنعيش في العصر عصر المترقية عصر استهلاك عصر المترقية يميقع عاديا له السقف له مطالب في إطار ما يسمى التقافة الجماهرية والمجتمع الجماهر فهنا في نظري مسألة ديال المترقية هو معيار بالنسبة للنكتة النكتة لا يمكن لها أن تنجح بدون مترقية فالمترقية يعني في سلم السخرية السخرية تجسد في الكاريكاتور بمجموعة من الأشكال خصوصا أن الكاريكاتور هو الأقرب لكون الانتقاد الأنظمة إلى غير ولكن النكتة تبقى دائما في الصقف فالنكتة هي الأقرب إلى الشعب إلى غير ذلك وعلى هذا المستوى يبدو لي أن المترقي هو أساسي المتقبل هو الأساسي وعلى هذا المستوى على هذا المستوى الدرس الجامعي بالمغرب الأكادي ما كيش دراسات عدنا ما كي نتقيش ربما يقبل كل نكتة ويتجاوب معها دون انتقاء هذا الموضوع الذي يبدو لنا هامش هو الذي يصنع الكاذب مثلا احنا المؤرخ الآن يركزون فقط على السياسة الدبلوماسية كذا وكذا وفي حين أن هناك أشياء تصنع التاريخ حتى لو كان هناك الكاذب مؤرخ ينبغي ماذا؟ أن يبحث لماذا وقع هذا الكاذب فهو يصنع التاريخ بشكل من الأشغال هذا على المستوى مستوى آخر أنا في نظري التورات العربي نجده في حتى المغربي يمكن أن تنقشوا حديدان إلى غير ذلك التورات العربي هو أنه زاخر بالتعطي النكات والنوادير وهنا بالنسبة والفقهاء هم الذين تعاملوا مع المتهمة مثلا كتاب فقه اللغة وأسرار اللغة الأبو المنصر تتكلم عن المراتب الضحك الضحك نعم وهناك التقاس القوة كيف يصنف النكتة أنها تدفع إلى الضحك الصاخب النكتة التي تجعل الإنسان يكتم الضحك يتدب ثم النكتة الأخيرة هو أنه يضطر إلى أن يكتم الضحك نهائيا نحسب السياقات ولكن تمييز رائع جدا في هذا الكتاب هو يتكلم عن التبسم في المرة الأولى يضحك الإنسان متبسم تأتي واحدة المرحلة الثانية يسمى المرحلة لا يبقى هذا التبسم يسمى المرحلة الإنكلال معناه ذلك الإنسان يضحك بطريقة متسترة تأتي واحدة المرحلة الثالثة يسمى المرحلة الضحك الحسن من بعد أن يكون مسترحة معقدة لدائية ربما مترقية يسمى لدائية لكي نعقد الضفل تأتي واحدة المرحلة المورية هي مرحلة فوق الحسن بعد ذلك تأتي واحدة المرحلة هنا تبدأ المشاكل هي المسألة للقاقها يمكن تكون ما لقاقها هو الصوت المرتفع من بعد يأتي المسألة اسم ما هو الخطخط فيما أظن الإنسان يبدأ يضحك بفمه وبأنفيه وكتأتي المرحلة الأخيرة اسم ما هي المرحلة الإزهاق هذه اللي قدر الله هو الضحك يفضي بالإنسان إلى ما لا تحمد عقبه وكي يسحم واحد مات وهو يضحك شهيدا إذن أتصور بحل قتل المترقي في هذا طيب سيد شكدالي هالسخرية والنكتة تستمر باستمرار الأخطاء وباستمرار الثغارات؟ لا طبعا لأن أي واقع كيف ما كان هذا الواقع في نوع من المرارة سئلة الفيلسوف دول أصل الروماني سيورون اللي كان يكعيش في فرنسا كيف تنظر الواقع؟ فأجب ببسطة أنا لا أراه لا يمكن أن أراه لمرارته وبالتالي في بعض الحالات السخرية من وجهة النظر السيكولوجية تسهل قبح الواقع وتديب هذا القبح الواقع الواقع في بعض الحالات الواقع الذي نعيش الذي نعيش فيه إلى آخره نحن نقول بمثل المغربي الدارج كترت لهم كالضحك دعم معنا أننا أمام مواقف اللي كنكون فيها موقف صعب جدا ونجد الضحك كوسيلة للخروج تنفيسية بمعنى أن السخرية وأن أحسن ناس هم الذين لهم القدر على السخرية من دواتهم استهزأ من الواقع من دواتهم من دواتهم ومن الواقع المعيش طبعا هذه آلية دفاعية نعم ممتازة جدا بمعنى أنه يدخل وتحكم عن ذاته وعن نفسه في مواقف لماذا؟ لأنه يريد أن يجد توازن معين يريد أن لا ينظر إلى واقع مرير ولكن أن ينظر إلى هل هم مرجعيات؟ هم مرجعيات في هذا النقد الذاتي وفي هذه السخرية؟ المرجعيات هي ليس كل الناس قادرين لأنه قادرين أن يتهكموا من دواتهم لا بشكل عام ما هي المرجعيات التي يمكن أن تضبط لنا هذه السخرية وهذه وربما صناعة هذه النقطة أولا الآن نحن نعيش عصر بحل يقوط المجتمع الجماهير العصر السهلة الآن مثلاً بالنسبة لبعض دراست ربما كالشغل بالنقطة هناك المسألة نكتص بحل السوق الآن المجتمع في حاجة إلى نكتة جديدة في حاجة إلى نجم جديد في حاجة إلى غير ذلك من الأشب كما حصلت في المغرب عدنا مجموعة من تنائيات بتنائيات بجموع سكيتشات دائماً الأشياء تتجدد فالمترقي دائماً عنده حد صقف وحن نعديل كيف ما قلت لبزوان الحاجة والمطالب من طرق متقفة التقفة يعني كأكسجين مش متقفة فقط كجمال ولا كرجل لا تقفة كشارين كمشجمع كهذا البعد الجسئي الحميمي الذي يوجد أمامنا وخلفنا كتصور كخير كرموز هنا ربما الفكرة التي تتحدث عنها تتكلم على الصخرية بصفة عامة هو أنها يعني الصخرية في أخير المطف يعني ما يمكنش تتجسدها كده بطريقة من عزة ومن فرضة جبت قبل قريب مسألة الوسائل الاتصال مثلاً هذي اللي بريد تركز عليه وخاكم مسألة هذه الوسائل الإعلامية لغير ذلك ولكن كتبقى البعد التقافي هو الأساسي والأهم أعطيك واحد المثال باش نمشي للمغرأ هو المتحكم والذي يتحكم في إنتاج هذه النقات بالنسبة للمغرب كما نراحل الآن ما يمكن تتكلم أنا جبت على التقافة مسألة تسليا مسألة صناعة التقافة بحالة يتطلح في الغرب كي مجلات كي مجلات توزع بالمججان النسيون الجيوغرافي في أمريكا تتعطي بالمججان تتكلم علاج باش كتبقى طبعاً هي تتدخل من الإشهر ولكن أنها تفوج ولا تروج تسلي فكينا هاد مسألة كمسألة أخرى اللي بغيت نتكلم عليها هو أنه هناك تجي الوسائل تتقافة الجماهير الفيلم الإعلان الجريدة الصحف حناك نفكره في جريدة يكون فيها واحد العمود صاخر الكتابة الصاخر باش رجع مشي لمغرب الآن يلاحظنا المستوصل اللي تفرجوا فيها المغربة بشكل كبير جداً هناك تطرح مسألة اللي تتكلم عليها الوسائل الإعلام والتي تلفزها فهنا اللي تطرح هو المستوصل الحديددن دي الفاطن مبوغ يعني تعطون المغربة بوحد شكل كبير جداً تجوب كبير صحيح علشان أنه يعكس هذا الروح المريحة ودي الحديددن حديددن هو جوحة دي المغرب هو اللي كيمتسل الناس في حاجة إلى مرح حاجة إلى دعابة حاجة إلى صخرية إلى غير ذلك حتى درجة أن هذا الإنسان الصخر أحياناً الصخرية عملية صعبة ماشي عملية نجي محفوظ بدنا الأدب نجي محفوظ لما كان يلتقم عن أصدقاء دياله يسأل عن شيء ما هي آخر نكتة لأنها هي التي تصنعه الجاحد أيضاً نسمحتي على الفكر الجاحد كان أكبر صخر لدرجة أن نفتح كليته هو المتخصص به صخر من ذاته في آخر مطاف كيريتوف محضر في باريس في الكوليج دو فرنس قيل له هل نجاح شخصية حقيقية أم شخصية خيالية طيب ربما نحتاج الآن لآليات لفهم رمز ذي النقطة الصخيرة أستاذ شكدالي وبها سنغتيف الآن على مستوى الفيسبوك أصبح واحد من نوع من أن رواد المواقع مغاربة يطرحون صور معينة وبتعليق معين مثلاً يطرحون صورة لقرد مثلاً جالس بطريقة معينة ويكتبون منين كتنمشي عند الضياف وكتدر رأس كتنظريف شنو هذا وكتنمززار لحالتها بمعنى أن صبحنا الآن أمام هذا الانتقاد الداتي على حالات نعيش داخل المجتمع بمعنى أن السخرية في بعض الحالات وقراءة الرمزية هي قدرتنا على قراءتنا كيف ننظر لدواتنا لأن في آخر المطاف هذا المنتوج الذي هو النكتة وهذا المنتوج الذي هو السخرية الذي يضحكنا وهو في الواقع يحمل تصورات لذلك فأنا في اعتقادي وهذه دعوان المختصين طبعاً في كل التخصصات أن دراسة النكتة شيء مفيد جداً ليس شيء هزلي يجب أن لا نستخفى بذلك لأنها آلية من آليات أولاً على مستوى التحليل النفسي آلية من آليات إفراز لشعور إلى آخره وفي نفس الوقت كما قال الأستاذ مشكوراً أنها تؤرخ لفترات معينة وتؤرخ لمواقف معينة ليس بطريقة مباشرة ولكنها بطريقة ربما غير مباشرة طبعاً أستاذ يحيى كيف يتأتل للمجتمع أن يفهم رمزية هذه النكتة ومهي الآليات ربما المتاحة لفهم ذلك هنا السؤال أعتبره السؤال المركب والسؤال بنيوي السؤال كبير جداً حتى هنا مسألة الفهم أولاً طبعاً مسألة خاصة الناس بحالة يشارسي الناس تحمل مسؤولية في الجامعة ربما نحن ندرسه في الأسلاك في المصدر في هذا المجال يعني كمشوها المواضع السهلة المواضع الأحادية أما هذا المواضع الذي لدي علاقة بالأنتروبولوجيا بالتاريخ الجزئي مثلاً نحن 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 نعلم موضوع اللباس كيف هل المغاربة أخرية إلى غير ذلك مسألة الحلقة الحلقة كانت بعض الشخصيات لم تدرسة في المغرب بعض الأمكان التي كانت فيها الحلقة وأنه كتابها الناس الهديم مراكش الفناف الفناف البطحة الماكينة فوجداء عبدوها إلى غير ذلك عيها التاريخ والله هنا الدور يظهر لي الدور الجامعة والدور الإعلام والدور الصحفة والدور أيضاً تدير التعليم الإعداد نص الوظيفة يكون تعرف بهذا الطابع المرح حتى بالنسبة الأستاذ لا أمين بالأستاذ النجاح ولكن الأستاذ الفعل هو أستاذ ليس فقط عنده التقنيون لا هو أستاذ مرح يحب بالمادة إلى غير ذلك فهذه كانت أشكال بشكل كبير كما يمكن أن نقول بشكل وفقط أن أقول كلمة بأن هذا الممني المجهول المؤلف للنكتة هو ما قد نسميه باللاوعي الجمعي وفي دراستنا لذلك سنفهم من نحن شكراً جزيلاً لكم شكراً لك دكتور يحيى من الوليد على كل هذه الإضاءات في هذا الموضوع شكراً على قبول دعوة برنامج بصراحة كنت لك شكراً لك أستاذ مصطفى شكراً على كل ما تفضلت به شكراً إذن بهذا مشاهدنا نزدل الستار على نقاشنا لهذا اليوم وليبقى الرجاء دائماً في لقائكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد مع الشكر الجزيل لكم مشاهدين على وفائكم شكراً أيضاً لفريق العمل شكراً لمخرجة هذه الحلقة محمد عفيفي نلتقي بكامل المحبة اشتركوا في القناة